نروح بقى على مقر جريدة الوطن وزميلتني العزيزة مريم سميح اللي هنتابع معها أهم الأخبار والمنشتات اللي موجودة في كافة الصحف والمواقع واللي من ضمنها منشات ملفت جدا للأنظار بيتكلم عن جماهير برشلونة اللي اعتدت بالضرب على كومن بعد نهاية المباراة وطبعا بعد الخسارة أمام ريال مادريد هنعرف التفاصيل طبعا من خلال زميلتني العزيزة مريم شكلة دي ها لا دي حدوط البيئ وجديد بذكره هكون ليها لقاء كمان مع روستيس محمد يحيا رئيس القسم الرياضي في جريدة الوطن مريم صباح الفل عليك وصباح لنا على روستيس محمد متفضل لي سبعين صباح الخير عليك يا كريم بصبح عليك يا نهواندو بصبح على كل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان يوم جديد جولة صحفية جديدة من داخل مقر جريدة الوطن طبعا يعني زي ما انت قلت يا كريم يمكن نهاردة أغلب المنشتات معنا يعني بتتكلم عن The Great Sunday أو الأحد الكبير يمكن كان فيه مواجهات كبيرة جدا مساء أمس الأحد كان يعني كل أنظار العالم أو كل يعني أنظار الكرة العالمية بتتجه نحو مبارتي يمكن منشستر يونيتد وليفر بول وكمان برشلونة وريال مدريد ولكن خلينا الأول نقول العنويلنا هنتناقش فيها إن شاء الله مع ضفنا العزيز الأستاذة محمد يحيا رئيس قسم الرياضة بجريدة الوطن العنوان الأول من الوطن سبورت نجوم ليفر بول يدعمون محمد صلاح للفوز بالكرة الذهبية على طريقة لعب الريال ومن روسيا اليوم جماهير برشلونة تعتدي على كومن بعد خسارة فريقها أمام ريال مدريد ومن صحيفة الشرق الأوسط في لبلام إقامة كأس العالم كل عامين ستقضي على متعة كرة القدم وقوتها وأخيرا من صحيفة الشرق اليوم انطلاق دوري المليارات في نسخته التلاتة وستين طبعا هيكون معانا لمناقشة كل هذه العنوين الأستاذ محمد يحيا رئيس قسم الرياضة بجريدة الوطن بصبح طبعا عليك على شاشة قناة نادي الأهلي من نورنا ومشرفنا خلينا الأول نتطرق طبعا لمحمد صلاح يمكن كل الناس كتب تتكلم بلغتنا كده هو إيه اللي بيحصل ده يا صلاح أو إيه اللي هو بيعملوا ده يعني فيه بعد كريم بن زيمة طبعا وترشيح زملاء أوليف ريال مدريد فيه ترشيح أيضا من قبل زملاء محمد صلاح في ليفربول للفوز بالكرة الذهبية يعني يمكن محمد صلاح بيتنافس مع ماسي كريستاني رونالدو وكمان ليفاندوفسكي وأكتر من 25 لعب على الكرة الذهبية شايف منافسة صلاح إزاي على الفوز بالكرة الذهبية أهلا من السلام يكون في الأول موارين فجرات الوطن يمكن مبارح محمد صلاح قدم قطعة فنية من اللوحة اللي هو بيرسمها في أوروبا بقاله يعني سنوات يمكن ده تتويج للي عمله مبارح محمد صلاح ده تتويج للمشوار الكبير اللي هو ماشي بيه في أوروبا محمد صلاح الناس كلها دلوقتي بتتكلم على هو الأفضل في العالم الحمد لله مصر عندها لاعب بيت قال عليه دلوقتي هو ده الأفضل في العالم الناس كلها في ديبيت في الصحف العالمية كلها محمد صلاح هو الأفضل في العالم بنتكلم على مقارنة مع واحد من أفضل اللعيبة على مستوى العالم كريستيان رونالدو لعيب أسطوري أو الناس كلها بتتكلم أن اللاعب خارق هو وميسي يعني لعيبة محدش عارف يعمل الأرقام القياسية اللي هم عاملينها ولا حد هيفكر يوصلها ولكن محمد صلاح قسر كل الكلام دوات محمد صلاح مبارح بيتحدى رونالدو جوه الملعب وبيقدر أن هو يسجل ثلاث أهداف وفريقه يفوز بخمسة فبالتالي وفي أول ترافورد المبارا في أول ترافورد فبالتالي في الأول مرة من 18 عام يحصل حاجة زي كده أنا بس في حاجة بسيطة عايزة أوضحها إن منافسة ليفر بول ومانشستر يونايتد يمكن هي الكلاسيكو الأقدم والأقوى على مستوى العالم الاثنين دول هم أكتر فرقتين واخدين الدور الإنجليزي على مستوى جميع الفرق بعيدا بقى عن منشستر ساتيا عن شالسي عن كل الكلام ده تاريخيا المنافسة دايما على الدور الإنجليزي كانت بتبقى ما بين منشستر يونايتد وما بين ليفر بول فالمباراة بتاعة مباراة مش سهلة مباراة تقيلة جدا على مستوى انجلترا وعلى مستوى أوروبا لأن الفرقتين فرقتين كبار جدا فبالتالي محمد صلاح لما يتقلق في مباراة زي دي وكمان محمد صلاح زي ما كان بيتقال من سنتين إن عنده عقدة قدام منشستر يونايتد ما بقدرش يسجل ولكن للمباراة الثالثة قدام منشستر يونايتد بيسجل أهداف فبالتالي محمد صلاح بيفك كل العقد بيحل كل الغاز اللي إحنا كنا دايما بنقول إمتى هيبقى عندنا لعب بينافس في الليفل ده أو بينافس بيخش ضمن اللعبة المرشحة الأفضل لعب في العالم لا دلوقتي إحنا مش داخل ضمن المرشحين إحنا الناس كلها وزميله بالطالب إن هو يفوز بجائزة أفضل لعب في العالم مش مورد مرشح يعني من سنتين كان مرشح من ثلاث سنين كان مرشح دلوقتي لا الناس كلها محمد صلاح في قمة التواهج الناس كلها بتقول إن محمد صلاح يستحق الفوز بالكرة الزهبية يمكن الأرقام بتقول كده الأداء بيقول كده النتائج اللي هو محققها بيقول كده لعب للموسم الرابع على التوالي وعلى قمة هدافة البريمير ليج رغم مثلا الموسم اللي فات ليفربول ما كانش في أحسن حالاته كان عنده مشاكل دفاعية فريق كان عنده مشاكل على مستوى الدوري خرق بدري من دور الأبطال ولكن محمد صلاح الوحيد اللي كان بينافس على رقب الهداف في الدوري الإنجليزي هو كان الحسن أو الحاجة المضيئة اللي وحيدة في فريق ليفربول فبالتالي منتكلم على الإنجاز اللي هو بحققه النهاردة أو النتيجة اللي وصل لها محمد صلاح لا هو مش من فراغ محمد صلاح يستحق الفوز بالكرة الزهبية يستحق الفوز بجائزة أفضل لعب في العالم ممكن بعض الناس حاول التقلل أو تقول أن محمد صلاح مش بنفس المستوى مع منتخب مصر يمكن شوفت تصراحات لتيري أونري نجم منتخب فرنسا تكلم أنه هو طبعا بينحاز لابن بلده بنزيمة أن بنزيمة قدم أداء كويس مع منتخب فرنسا لكن أنا عايز أقول حاجة ومحمد صلاح مع منتخب مصر عامل إنجازات كبيرة جدا ووصل بمنتخب مصر نهائي كاس الأمم الأفريقية 2017 ووصل مع منتخب مصر للكاس العالم بعد غياب 24 سنة منتخب مصر طبعا وهب من العلامات المؤثرة جدا ورقم كبير في منتخب مصر بدليل أن أول مباراة لما محمد صلاح غاب عنها في تصفيات كاس العالم حصلت مشكلة لمنتخب مصر أو شكل الأداء كان سيء جدا وبالتالي لما شوفنا محمد صلاح في مباراتين ليبيا أي نعم ممكن الأهداف ما كانش هو الأساسي فيها ولكن كان ليه دور فعال وهو الدفع القوي الذي أخذ منتخب مصر كانت بوجود محمد صلاح محمد صلاح مش شرط هو اللي يسجل الهدف لأنه هو الناس كلها بتركز على محمد صلاح ممكن يدي مساحة لآخرين أنهم يسجلوا أهدف تانية فلا اللي حصل في المقشين ليبيا وقدرنا نفوز برأ أرضنا على منتخب ليبيا بمتيجة كبيرة 3-0 فطبعا لا محمد صلاح ليه دور كبير وإن شاء الله بإذن الله يقدر يفوز بالكرة الذهبية تمام لو هنتكلم كمان أيضا عن مباراة برشلونة وريال مدريد كلاسيك وآخر يمكن الاعتداء من قبل طبعا جمهور برشلونة على رونالد كومن طبعا يعني أكيد دي مش أخلاق رياضية سواء من الجمهور حتى لو كان فيه تدهور كبير في صفوف الفريق يمكن كمان عايزين نتكلم عن هذا التدهور خاصة بعد رحيل ماسي يعني خلينا نقول أن برشلونة والمشكلة اللي عند برشلونة هي أكتر إدارية ومالية مش مرتبطة بالوقت الحالي أو بقبل كده لا هي مرتبطة بالإدارة السابقة بتاعت برتميو كانت هي يعني عندها مشاكل عندها مشاكل مالية ده سببت أن الفريق دلوقتي ما قدرش يعمل تعاقدات كويسة ما قدرش يعمل تعويض أو على قال قبل التعويض أنه يبقي على اللاعب زي ميسي الإدارة السيئة اللي مشت لويس سوارز مثلا عشان يروح أتلاتكم مدريد ويقود أتلاتكم مدريد للفوز بالدوري طيب أنت دلوقتي لو كان ميسي يمشي المفروض كانت تحافظ على سوارز مثلا عشان يبقى عندك بديل أو عندك حد يقدر يشد الفرقة قدام بشكل كويس ده ما حصلش في برشلونة كوما أنا شايف أنه هو مظلوم شايف أنه هو ما عندهوش إمكانيات ما عندهوش لعيبة تقدر تساعده ويمكن الجمهور كمان معزور لأن برشلونة مش متعود على النتائج دي وعلى جمهور برشلونة متعود على البطولات مش متعود أن هو يبقى سابع وتامل في الدوري مش متعود أن هو يروح يدخل مباراة قدام ريال مدريد وهو عارف أنه هو خسران مش متعود أنه هو في الشامبيينز ليج بيخسر مش متعود كل ده يعني ده هو ده من داخل بينافس على البطولة خلاص من بداية حقبة ميسي وجمهور برشلونة مركز أنهو نحن بنفس على كل البطولات سواء دوري سواء كاس سواء سوبر أوروبي سوبر محلي في اللعيبة كلهم شباب بديل ميسي لاعب يعني صغير في السن ان صفاتي لاعب صغير في السن حرام ان انا حمله حمل اوعب اتشارت ميسي ده صعب جدا ميسي نفسه لما جه صعد للفريق الاول كان بيلعب جنب رونالدينيو ما كانش بيلعب هو البديل رونالدينيو وحتى وممشيش رونالدينيو الا لما ميسي بقى هو النجم الاول للفريق فبالتالي وكمان كان معا ناس تانية كما معا جاله بعد كده سلاة ابراهيموفيتش ما كانش بيشير الفريق لوحده لكن انا حمل الفريق كله للعب صغير زي ان صفاتي اعتقد ده ظلم كبير في برشلون لو هنتكلم سريعا يا استاذ محمد كمان عن فكرة اقامة كأس العالم كل سنتين بتواجه يمكن احتجاجات ورفض كبير سواء من الاتحاد الاوروبي او كتير من الاتحادات وكمان الاندية والمشجعين وبعض اللعبين شايفين انه يمكن هذه الفكرة ممكن ترصخ فكرة ان كرة القدم بس يعني بتقام من اجل جمع الاموال شايف ازاي فكرة قمتها كل سنتين من اربع سنوات اعتقد انها صعبة جدا لان احنا بنشوف اجندة دولية مزدحمة جدا الاندية بتعاني بسبب الموضوع دوت لان عندها مباريات وعندها ارتباطات الاتحاد الدولي عاوز يوفر مداخيل او فلوس كتير عشان يقدر يصرف على كرة القدم لانه كرة القدم اصبحت صناعة وهو مقدموش غير استغلال السلعة اللي في ايده اللي هي لعيبة او المنتخبات فبالتالي صعب جدا ان هو يحقق اللي هو عاوزه دوت في ظل بطولات اندية بتصرف او مرتبطة بالصرف على لعبتها فبالتالي مش تقدر توفر فلوس لعبتها الا لو لعبت معاها فبالتالي هتحصل مشكلة كبيرة اللعيبة كلها معطاردة يمكن اتفرجت على انترفيو لتيبو كورتوة نجم منتخب بلجيكا ونجم ريا المدريد حارس المرمى طبعا كورتوة تكلم ان احنا مش قلات احنا مش قلات عند الاتحاد الدولي عشان يوفروا فلوس يفضلوا دايما ضغطين علينا وما بنقدرش ناخد فرص للراحة بشكل كافي فبالتالي اعتقد ان الموضوع ده صعب جدا لان اللعيبة هترفض تكمل شوفنا منتخب بلجيكا لعبته في بطولة الامم الاوروبية الاخيرة يعني بعد ما خسروا في مبارات قبل النهائي لعبة مشيت من معسكر زي روماليو لوكاكو طبعا ساب المعسكر ومشي لان هو عاوز ياخد قدر من الراحة قبل ما يرجع لفرقته اللي بتدينه مرتبه قريدي فبالتالي المشكلة كبيرة جدا وصعب ان يتطبق الاتحاد الدولة عايزه سيد محمد يحيى رئيس قسم رياضة بجارة الوطن بشكرك جدا نورتنا وشرفتنا على شاشة قناة نديل شكرا لكم نورين ده طبعا كان حوارنا وتحليلنا لكل عنوين قال صدر صباح اليوم قال اتنين من داخل مقار جارة الوطن بشكركم جدا الكلمة لكم مرة اخر شكرا جزيلا زمريتنا العزيزة مريم سميح وبنشكر اكيد ضيفك الكريم